اشتركوا في القناة 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 بالتالي هذا يكون غير يعني كما تنقولو غير أصلي ومزور هانتوما نفس الشيحة هنا يعني الاسم محفر على حقه وطريقه فالمهم لبنات هذا هو كرم نيفيا العلبة الزرقة اللي غادي تحتاجوا معايا لا بالنسبة للحجم الكبير ونسبة للحجم صغير بالنسبة لبنات المكونات التانوية هما كالتالي عملت مكونات التانوية باش نزيدوا الوصفة مصداقية ونزيدوها نجاح ونزيدوها فعالية فقط هذا شي علاج وبنسبة لمكونات التانوية غا تحتاجي معايا إما مزهر هو ماء معطر صناعي خالي من الكوحول من الأحسن باش ما يسببش لك حاسسي أو تهيج اللوكوغ أو لوجيه ديالك تحتاجي معايا ماء ورد يعني إما مزهر إما ماء ورد ماشي بججون في دقة حاجة وحدة لكن تكتعني منهلة السوداء من الأحسن ديري ماء ورد كذلك غادي تحتاجي معايا إن شاء الله كمية دي الحمص يعني الحمص بودر بالنسبة للحمص خطير 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 يا لبنات في تصفية البشرة وتوحيد لون الواجه ولكوغ وكينفخ لك حتى المانا تقل أنتوية مثل الصدر والمؤخرة يعني بالزافة لبناس كتسوني على الصدر والمؤخرة بين النفخهم أو لنبرزهم فعاليك بالحمص هل تحتاجي معي كيميات للروز لمساني درس ميديا في التبييض هو الأرز هل تحتاج منه إن شاء الله كيمية لي كيكون بودر مزيان أنا كنتحنه عند العتار وتحتاج معي كيميات للنشاء أو ما يسمى بالدرة أو المايزينة عندي هاد نوعية هي دي اليدية 180 قرام وكينه نوعية أخرى حتى كان بغتاجها معاكم مرة مرة كتير سبعة ديالدرهم وهااد نوعية دقة اللي أقبل هي كتير سبعة ديالدراهم أنتم المبنات هادي هي الناوعية احتمالي سبعة ترهام تفضل لكم وهذه هم مقادر الوصفة مكمولين الحمد لله شي حاجه بسيطه شي حاجه اقتصادية و شي حاجه رائعه نتمنى انكم تجربوا لي هاد لغوستيطفل القريب العاجل ترجعوا لنفس الفيديو تقولوا لي كيف اجتكم في الكومنتيق وشفى لنا الاستحسن ديلكم او لا لا انا رك انا رحب التساؤلات و بالاقتراحات وباي حاجه حبيته المهم دو بندوز معاكم لطريقة التحضير كمية الارز كمية الارز كمية الحمص كمية الارز 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 ومن بعد تأخذ معايا كمية دولة بخان اللي كيكون مطحون يعني كتطحنيه ومن بعد البنات كتضيفه كمية مزهر ولا مورد هنا بحكمة نتنعشق مزهر فغادي نضيفه وبنسبة لكريم نفيعه البزرقة كتخليه كاخر اخوطوا فهذا لا غسيت هن تومل بنات كتخلطوا مزهر لغسيت هدا وشكيه ديالها ومن بعد تأخذي دبا بعد ما خلطها الدين مكوي ناس مزيان كما لاحظتوا هاهم خلطين لحقهم ترقهم فبقات ليكي حاجة واحدة ولي هي كريم نفيعه البزرقة كتخذي واحد المعلقة انا دائما نخليه اخر حاجه باش اعطينا الترطيب العميق واعطينا النسمة واعطينا الروحة الزوينة انا هنا عملت مقدار معلقة ولكن انت ممكن تضيفي اكتر ممكن تضيفي اقل مسألة دائما كتبقى اختيارية ان فكت ضيفي الوصفة كتبقى ومعاقد ممكن تضيفي سائلة كيف الاول شوفوا سوف نطبقها معاكم على اليد يلي باش يباليكم زيان ماشاء الله على القوام ديالها كيف اشتير كيهبالي كيحمق ماشاء الله على القوام ديالها فبالتالي هذا هو الشكل يليلا غسيت هذا هو القوام ديالها بعدما كتبقها كتخلي حتى كتجف تقريبا واحد المدة ديال 15 دقيقة ونسبة لوجهه ونسبة لوجهه هذا الوصفة الابناس رأي حتى الوجهه ماشي غيل الجسم بزاف الابناس يقولوا لي وضيلي بخان مشي مشكل انا صراحة كنديرها الوجهي ما كتسبب لي تشي مشكل انت يقبل ما تديرها الوجهه وجربها على الوداس اي لحسي تبشي تهيو شي حكا ما تديريهش الوجهه فهذا شي اللي كندير انا صراحة ولكن الحمد لله مجربها دول بخان ماشي اول مرة سنين وعوم هدي وانا كان جربوه لتنسبة رجلات وويدات وصفات و تبريمات الحمد لله تلقى علي دائما اقبله نجاح لا يسبب لدي مشكلة ولكن لو كان يسبب لك مشكلة فلا تدريش الوجه فهذا شي اللي كي لبنات كمما قلنا بمسألة الاب ترفعي الابتة لك لك فرفعي الابتة لك الفوق باش نشف وخصوصا في بلاسة مهوية وفي هالشمس كما نقولهم شمشة باش نشف لك ضغية وما تلقيش معها مشكلة لانو اغلبية الابتة يلقوا مشكلة غير مع الابتة يقولوا لي ما نشفتش لي لاغوسات ولا را ما نشحتش معايا ما خليتياش المدة الصحيحة دائما الابتة خدوا بعيد الاعتبار اي وصفة و اي كريم وضعتها على الابتة ديالك خصليه ينشف الى ما نشفش لا ما غاديش يعتك نتيجة نهائيا وخيكون كريم واخدها بخمس الاف درهم يعني ولك ترجع ما غاديش يعتك نتيجة الى ما نشفش ضروري لبنات خاص الكريم ولا لاغوسات ولا تبريم تنشف لك على الابتة ديالك ان شاء الله مندو اول استخدام بالنسبة لهاد لاغوسات راها منسيس ما قلت لكم اش رافيه واحد نسمك خاطيره لم نحيت كريم نيفيا لعلب الزرقه لم نحيت ما ظهر ولا ماورد على حسب انتي شنو بغيتي لعندك هلا تسوداء من الاحسن ديري ماورد كنت كتفضلي ما ظهر في حليفة ديريه راها من السما هاد لاغوسات وكاسبقالك في لوكوخ ديالك 48 ساعة من ورا انك تغسلي تبريمه ولا لاغوسات دياليوما ما تحتاجيش نهاية ترتبي للوجه ديالك لالوكوخ ديالك لانو كريم نيفيا في عناصر مغدية البشرة وهو مرتب راسو براسو يعني ما تحتاجيش نهاية ترتبي الجسم ديالك بقادة يجمد السم ومعلك وخا تغسليه فهذا شي اللي كان بسلت معكم من نهاية الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة